السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم درس اليوم حيكون عن Semantic Elements Semantic Elements هي Elements ذات معنى شلون يعني؟ لما أقول لك أنا element أو تاق ال-amj اللي هو خاص بالصورة لاحظ أنا دانطيك شنو وظيفة هذا فدي أشير فبي معنى مو مثلا تاق ال-dev اللي هو لما أقول لك div مو واضح عن شنو دا تكلم بالضبط بال-HTML 5 قدموا مجموعة جديدة من Semantic Elements اللي هي هنا جزء أساسي من عده هنا موضح هو ال-header-nab-section-article-article-footer-aside أذني وظيفتهم مرة أخرى الوظيفة هي الشرح أو التأشير إلى المحتوى بداخلهم يعني ال-header حيكون بداخل ال-heading ما لل-web-page ما لك ال-nev حيكون بداخل ال-navigation bar الروابط مثلا سمثلا نروح للمدونة ما المدينة العلم نجي هنا لاحظ هذا حيكون مثلا ال-heading هنا حنخلي معلومات عن ال-heading داخل ال-heading داخل ال-nev داخل هذا ال-nev أو ال-nav tag هنخلي هذا ال-navigation هذا وال-navigation أوكي بعدين عدنا ال-section ال-section سيأخذ هذا كل هذا مثلا سيكون section هذا كله سيصير section يحتوي المعلومات الأساسية عن هذا ال-web page عن هذه ال-web page عندك سيكون ال-article على سبيل المثال سيمثل مثلا هذا أو مو هو هذا بالأحرى داخل نروح على الشكل ننتظر لحظة على ما يلو هذا سيكون ال-article مثلا مثال عن article هذا post-mail ال-web page نرجى للصفحة الأساسية هذا سيكون معلومات ال-asite هذي هنخلي معلومات ال-asite اللي هي ذات علاقة بس مو مباشرة ذات علاقة بالموضوع بس مو بشكل مباشر يعني هنا المحتوى الأساسي هيكون داخل ال-section ال-section هيحتوي articles هاي ال-articles طبعا تحوي أخبار محددة ال-asite هي لنكات أو رضابط لأمور أخرى ذات علاقة وبالأخير هيكون هنا عندنا الفوتر اللي نخلي بي بعض الأمور المتعلقة مثل ما ماضحة هنا طبعا هذي مو يعني شو نقول 100% هالشكل يعني لازم يكون هالشكل وإنما هذا هدف وحيكون هناك شو نسمو general sense between developers يعني شائع بين المطورين حتى يسخلون معنى للووب بيج أوكي بعدك شيء أساسي شنو الفائدة من هذين semantic elements الفائدة انه يوضح المعنى للمطور ولمحركات البحث وأيضا لمكان أو الكمبيوتر يوضح شنو معنى content هذا شيء أساسي وبالمستقبل هيكون إلى أهمية كبيرة الآن حنبدأ بالcoding اللي حنكتم مثلا حنستخدم tag header قلنا tag header حيحوي حنخلي بداخل heading انتبه انو هذا header tag يختلف عن head هذا الhead للweb document أو لهاي document اللي يحتوي معلومات إضافية ما تظهر أما الheader ده يكون داخل body tag المجرد ملحوظة جانبية خلاني نكمل هنا نعدنا نكتب مثلا this is the head of the page okay بعد اثنو هيكون عدي ال navigation so nav tag داخل هيكون ال unordered list أو ordered list هذي تستخدم الordered list واحدة من استخدمات order يعني list تستخدم list item لإنشاء هذا navigation bar الشكل فهذا نكتب item one انكرر مجرد لكي بعد مرة نكتب item one هنا خلاني نسوي two three قبل لا كم لاحظ حتى لا يزيد الكود انو هسا هذا الheader ده يحوي header tag يحوي الheading فده يكون بمعنى الnavigation ده يحوي هذا الnavigation bar هو وظيفة الاساسية يشرح المحتوى هذا هو طبعا ذني الheader والnavigation nav وأيضا section والarticle footer والage group ذني كلهم حيكون block level element نكمل نروح على section section داخل article 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 داخل article حني نكتب نقدر اذا نخلي header داخل article لانه article ما تي حيكون الheader اذا نرجع الى ملتنا نرجع الى المدونة مرة اخرى مثلا ننطبع على هذا الخبر ننتظر لاحظ انه هذا هو الheader مال هذا article هذا هو الheader ممكن يكون بفوتر المكتوب منه مناشر هذا الخبر مثلا هذا ايضا ممكن فوتر هس نكمل مثلا الheader نكتب هنا نستخدم تعج العفو الh2 نكتب داخل هنا this is an header for an article this is a header for an article اكمل حيكون هنا الكنت حستخدم paragraph tag اكتب this is the main content of the article okay قلنا ممكن نسوي فوتر بعض خلنا نخلي فوتر فوتر رتن رتن باي مدينة العام مدينة 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 city of knowledge هذا شكل اه okay هذا article ممكن ايضا اكار رام هذا article يكون اكثر من article داخل السكشن element اوكي خلن كل اثنين مو مشكلة هسا شوي نسوي هذا كل لابس على مدين مساحة بعد هناخذ الفوتر الفوتر اللي يحوه معلومات عن الفوتر مثل ما وضحنا خلنا خلي بي هنان نكتب this is the الفوتر نسيف الان اذا ارجع للبروزر multi ارجع لل page اسوي refresh لاحظ هذي المعلومات الان الظهرت عندنا هذا هو الهدر طبعا مثل ما تلاحظ انا لو حذفت هذا الهدر والنف والسكشن هذي تقى نفسها بالضبط ماكو اي تغيير اما هدف ذا النيتاكس هو شرح معنى المحتوى بداخلها طبعا ونقدر نستفاد من عندهم عندما نسوي styling styling يعني نستخدم السي اس اس نقدر نستفاد من ذا النيتاكس وحنعرف بدورة السي اس اس شون نستغلهن انا دا افضل انه افصل بين الهتماع والسي اس اس معظم الدورات الموجودة هي تدمج بناتهم بس انا افضل افصل حتى ان يكون اكثر وضوح للمتعلم نكمل بدرس قادم مع السلامة